في عام 1984 اكتشف عاملان نيدانيان لمستنقع خارج شاشر بإنجلترا أطلق المسؤولون على الجثة اسم رجل ليندو وخلصوا إلى أنه تعرض لإصابات خطيرة بما في ذلك صدمة حدة وخنق لكن أكثر ما أثار الرعب في هذه القصة المروعة هو أنهم تمكنوا من تحديد هذه التفاصيل من جثة يزيد عمرها عن 2000 عام قد يصعب التحلل عادة اكتشاف مثل هذه الإصابات على جثة مدفونة قبل أسابيع فقط إذن لماذا بقيت هذه الجثة محفوظة بشكل مثالي ولماذا لا تبقى كل الجثة في هذه الحالة تعيش الإجابات على هذه الأسئلة على عمق 1.8 متر تحت الأرض قد يبدو المكان هنا خاليا من الحياة لكن ملعقة صغيرة واحدة من التربة تحتوي على كائنات أكثر مما يوجد من البشر على هذا الكوكب من البكتيريا والتحالب إلى الفطريات والأوليات تعد التربة موطنا لربع التنوع البيولوجي للأرض ولعل أهم سكان التربة هم الميكروبات وهي كائنات لا يزيد حجمها عن عدة مئات من النانومترات والتي تعمل على تحليل كل المواد العضوية الميتة والمحتضرة على كوكب الأرض تخيل لو أسقطنا تفاحة في الغابة بمجرد أن تلامس التربة تبدأ الديدان واللافقاريات الأخرى في تقسيمها إلى أجزاء أصغر وامتصاص العناصر الغذائية مما تستهلكه ثم إفراز البقي هذه المرحلة الأولى من التحليل تمهد الطريقة للميكروبات أي الميكروبات تتواجد هناك رهين بالبيئة فمثلاً يكون هناك المزيد من البكتيريا في الأراضي العشبية وحقول المزارع التي تتفوق في تكسير العشب والأوراق لكن في هذه الغابة المعتدلة يوجد المزيد من الفطريات القادرة على تكسير المواد الخشبية المعقدة بتطلعها إلى جن المزيد من الطعام من بقايا التفاح تطلق هذه الميكروبات الإنزيمات التي تؤدي إلى تفاعل كيميائي يسمى الأكسادة يؤدي ذلك لكسر جزيئات المادة العضوية وإطلاق الطاقة والكربون ومغذيات أخرى في عملية تسمى التمعدن ثم تستهلك الميكروبات الكربون وبعض العناصر الغذائية بينما تقبع جزيئات النيتروجين والكبريت والكالسيوم الزائدة وغيرها في التربة بينما تأكل الحشرات والديدان المزيدة من التفاح فهي تعرض مساحة أكبر من هذه الأنزيمات الميكروبية للأكسادة والتمعدن حتى الإفرازات التي تخلفها يتم تعدينها بواسطة الميكروبات يستمر هذا حتى تصبح التفاحة في خبر الكان وقد تستغرق هذه العملية من شهر إلى شهرين في غابة معتدلة المناخ تدعم البيئات الحارة والرطبة تواجد المزيد من الميكروبات من الأماكن الباردة والجافة مما يسمح لها بتحليل الأشياء بسرعة أكبر وتتحلل المواد العضوية الأقل تعقيداً بشكل أسرع ولكن مع الوقت الكافي تتعرض جميع المواد العضوية للانضمار فتصبح مغذيات معدنية مجهرية الروابط الذرية بين هذه الجزيئات أقوى من أن تتفكك أكثر لذا بدلاً من ذلك تغذي هذه العناصر الغذائية الحياة النباتية والتي بدورها تزرع المزيد من الطعام الذي سيتحلل في نهاية المطاف هذه الدورة المستمرة من الخلق والتفكك تدعم كل أشكال الحياة على الأرض لكن هناك القليل من البيئات المعادية جداً لهذه الميكروبات متعددة المواهب بما في ذلك مستنقعات الخذ خارج شاير إنجلترا تتكون مستنقعات الخذ في الغالب من الإسفيقنون العالي الحمضية تعمل هذه النباتات على زيادة حمضية التربة بينما تطلق أيضاً مركباً يرتبط بالنيتروجين فتحرم المنطقة من المغذيات إلى جانب درجات الحرارة الباردة في شمال أوروبا تجعل هذه الظروف عمل معظم الميكروبات مستحيلاً لعدم وجود شيء لتفكيكها تتراكم الطحالب الميتة مما يمنع الأكسيجين من دخول المستنقع ونتيجة لذلك يتكون نظام مغلق بشكل طبيعي مهما كانت المادة العضوية التي تدخل لمستنقع الخذ فإنها تقبع هناك فقط مثل جثة رجل ليندو كان حمض المستنقع قوياً بدرجة كافية لإذابة مادة بسيطة نسبياً مثل العظام وحول الأنسجة الأكثر تعقيداً مثل الجلد والأعضاء إلى اللون الأسود لكن جثته محفوظة جيداً بحيث تمكننا من تحديد أنه كان بصحة جيدة في منتصف العشرينات ويحتمل أن يكون ثرياً بأنه لا تظهر على جسده علامات العمل الشاقة حتى أننا نعرف آخر وجبة تناولها رجل ليندو قطعة خبز متفحمة غير مخضومة العلماء أقل يقيناً بشأن ظروف وفاته من الوارد أنه قتل بدم بارد لكن رغم ذلك تشير شدة إصاباته إلى خضوعه لتقوس تضحية حتى قبل ألفين عام هناك أدلة على أن المستنقع كان معروفاً بكونه مكاناً خارقاً للطبيعة مقام لم تكن فيه التربة تحت قدميك لا ميت ولا حية للتاريخ الرائع ومغامرة الفضاء الخارجي وفلسفة الإنحناء للعقل والإجابات على أكثر الأسئلة العشوائية التي لديك حول جسمك وأكثر من ذلك اشترك في هذه القناة ترقبوا وبقوا فضوليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر